الرؤية التي تعملت عليها كما بقيت الدول، هل كان لديكم رؤية تعمل عليها كدولة؟ نعم، كان هناك مخطط، وضع، أنا أعتبر دستور لعملية التنمية في مصر، مخطط التنمية العمرانية لمصر لسنة 2052، هذا المخطط يعمل فيه 34 خبير واستشاري مصري في كل المجالات، كل المجالات، اجتمعوا على مدار سنوات، وضعوا رؤية للدولة المصرية، وضعوا مخطط، هذا المخطط؟ هذه خريطة الرئيسية بتاعته، تقول فين المدن الجديدة؟ فين الأراضي الزراعية؟ فين الصناعة؟ كيف نعظم من موارد مصر؟ كيف نبني دولة؟ وعايزة أتوقف هنا وأقول حاجة مهمة جدا، أنا كنت قبل ما أشرف بالعمل التنفيذي كنت راجل أكاديمي، وأنا اطلعت بنفسي على عشرات المخططات والخطط التي أعدت للدولة المصرية على مدار عقود، ولا أزعم النداة، ممكن أن نقول هذا الأحسن فيهم ولا الأفضل، ولكن كان ممكن أن يكون هذا ما قالوا ومصيروا، مثل بقية المخططات، في الأرفف والأدراك في المكتبات، ويدخل الباحثين ويقولوا، كان هناك مخطط في مصر تعمل عشان الرؤية، الشيء الوحيد، الذي غير وكان الاختلاف أن يكون لديك، كما كان هذا حلم، أن يكون لديك الرغبة والإرادة أن تترجمه إلى تنفيذ، موضوعه ليس حلم، موضوعه تأخذ هذا، تنفذ به لكي تبني دولة، وهو هذا الذي يفرق أي مخطط أو أي رؤى تتحط، ما بينها وما بين بعضها البعض، لكي نفذ هذا الكلام، ونفذ الذي جاء، الذي ستعرضه في كل قطاع، حواري حضركم خريطة المخطط، يقولون ماذا؟ وماذا تنفذ على الأرض؟ الدولة المصرية لكي نتنفذ، يجب أن يتوفر استثمارات، في فترة الدولة كانت تعاني، كما نقول، من كل التبعات الموجودة، الدولة المصرية أنفقت وتنفق، في خلال هذه الفترة، أكثر من تسعة واربعة من عشرة تريليون جنيه، لكي تنفذ هذه المشروعات، كانت أحد أهم أوجه النقد بعد محصرة الأزمة، الإفراط في تنفيذ المشروعات، والدولة تفرط في تنفيذ المشروعات بتاعتها، أنا أريد أن أقول لحضركم، عندما نجمع الناتج المحلي الإجمالي بتاع مصر، على مدار التسع سنين، ونرى نسبة هذه الإنفاق، التي تسعة واربعة من عشرة منه، نحن نتكلم فقط في حوالي 22% من الناتج المحلي، نحن قلنا قبل ذلك الدول، لكي تعمل نهضة، تعمل ما بين 20% إلى 40%، يعني نحن لسه في الحد الأدنى، ولو كانت قدراتنا كدولة قادرين أن ننفق أكثر، كنا سننفق أكثر، في هذه الفترة، لو نحن نتكلم جد لكي نبني بلد، إنما هذه الاستثمارات التي أميز هذا الموضوع، أنها لم تكن مركزة في مكان واحد، توزعت على كل حطة في مصر، وفي كل مكان نفذنا فيها عمليات التنمية، ولم نترك جزء في مصر، لم تكن مركزة في مكان واحد، وهذا كان أهم شيء، ونحن نعمل في هذا الموضوع،